تنعقد الدورة الحالية للكوميسا تحت شعار التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة تأسست السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا والتي تتكون من 21 دولة في عام 1981 وذلك بهدف تعزيز التكامل الإقليمي المشترك للشرق والجنوب الإفريقي بهدف تعزيز التكامل الإقليمي المشترك للشرق والجنوب الأفريقي من خلال التجارة وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع شعوب الإقليم تم تأسيس السوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا والذي يتكون من 21 دولة أعضاء في السوق المشتركة الكوميسا تأسست عام 1981 كمنطقة التجارة التفضيلية للشرق والجنوب الأفريقي لإنشاء منطقة التجارة التفضيلية للاستفادة من حجم السوق الأكبر لغرض تقاسم التراث والمصير المشتركين للإقليم ولإتاحة قدر أكبر من التعاون الاجتماعي والاقتصادي تم إطلاق منطقة التجارة الحرة بالكوميسا في 31 أكتوبر عام 2000 بعد فترة من التحرير التدريجي للتجارة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية البينية بالكوميسا واعتبارا من ديسمبر 2022 شارقت 16 دولة في الاتفاقية وزاد حجم الصادرات البينية للكوميسا من 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 12.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 وعلى الرغم من الزيادات الهائلة فإن الصادرات البينية للكوميسا تمثل حوالي 8% من الصادرات العالمية وعلاوة على ذلك تتمتع الكوميسا بإمكانيات تصدير بينية تصل إلى 101.1 مليار دولار أمريكي باستخدام إحصائيات عام 2019 فضلا عن أن الصادرات البينية للكوميسا تستبعد في الغالب التجارة صغيرة النطاق عبر الحدود والتي تقدر بنحو 40% من إجمال التجارة واعتشمل أهداف نظام التجارة المبسط تمكين صغار التجار من الاستفادة من نظام التجارة الحرة للسوق المشتركة وإضفاء الطابع الرسمي على التجارة غير الرسمية عبر الحدود وتبسيط التجارة والجمارك للصغار التجار بهدف تعزيز التكامل الإقليمي المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي من خلال التجارة وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع شعوب الإقليم تم تأسيس السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا والذي يتكون من 21 دولة كأعضاء في السوق المشتركة الكوميسا تأسست عام 1981 كمنطقة التجارة التفضيلية للشرق والجنوب الأفريقي لإنشاء منطقة التجارة التفضيلية للاستفادة من حجم السوق الأكبر لغرض تقاسم التراث والمصير المشتركين للإقليم ولإتاحة قدر أكبر من التعاون الاجتماعي والاقتصادي ترجمة نانسي قنقر